موسيقى أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في برنامج دوان الملة اليوم سيكون حديثنا عن الشأن السياسي الكويتي وما يحصل حول الأروقة حديثنا سيكون من القلب إلى القلب سيكون معي ضيفي الكريم الكاتب والباحث عبد الكريم المجهول مرحبا بك أيهاك الله الرحمن شرف أن يكون معي مرة ثالثة بيوسف بيوسف يعني سيف يتم حل مجلس الأمة بعد أشهر والدعوة إلى انتخابات جديدة ويمكن سموي الأمير ويقولون كلمتها لسمو ولي العهد التي ألقاها يعني أن يحسنوا الاختيار تاريخ الكويتي من 63 إلى اليوم هل الشعب في بعض الأحلام يختار للكفاءة أم يختار لأمور أخرى تاريخيا تاريخيا اللي يعني يتابع تاريخ الانتخابات والكويت ويراجع الصحف اللي عاصرت يعني الانتخابات مثل صحيفة الرايا العام واخبار الكويت موجودة لشيفة في المكتب الوطنية يجد ذات الرسائل في دعوة الناخب إلى التحلل من قيود القبيلة والطائفة والمناطقية والعنصرية واختيار الكفاءة ولكن مع مرور الزمن والتراكمات يجد بأن هذه المشاكل قاعدت تعزز الطائفية وتعزز القبلية والمناطقية والعنصرية لأن كثير من السياسيين لا يملك مشروع وطني ووجد أن مثل هذه الخطابات اللي يدغدغ مشاعر قطاع يستطيع من خلالها أن يركب على موجته ويصل إلى البرلمان فتم تعزز هذا الخطاب كأداه يعني للعب على العواطف الجماهير وتسلقها إلى قبة البرلمان ولكن نحن مطالبين يعني بالتفائل وعللوا النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل نحن يعني نعيش مع الأمل أفضل من أن نموت مع اليأس خصوصا وأن خطاب ولي العهد الشيخ مشاعر الأحمد جاء غير تقليدي ووضع النقاط على الحروف ولم يحاب لا سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية وهذا يعتبر بصيص أمل خصوصا وأنه عطى سقف زمني أنه يجب أن يوضع حل لهذا التأزيم وأن لم يوضع حل فستكون هناك إجراءات الكل ما يعلمها ولكن هو وصفها بيننا شديدة الوقت والحدث فهذا رح يعطي الكل يعني يدفع أن لم يكن راقب سيضطر أن يتحمل مسؤولية أو أن ينسجم مع رؤية وطنية حتى لو كانت ما تخدم مصالحها خوفا من التبعات التي وعد فيها يعني بعض يرى أنا حسن الاختيار يعني ما خالف نحن الدوائر الخمسة مقسمينها مذهبيا وقبليا وعائليا يعني كل واحد كل دائرة بتختار وفق تواجهاتها إذن إني رح يكون الاختيار وفق القبيلة والعائلة والمذهب الصوت لو تلاحظ الحراكة اللي دعا إلى الخمس دوائر كان من ضمن أهدافه أن قطع الطريق على الطائفية والمناطقية بعدين كثير من الناس اللي كانوا متصدرين في الدعوة التضح قالوا أن الخمس دوائر والأربع صوات عزز القبلية وعززها فأنت مهما فريت ما تستطيع أنك تهرب من أمور إلا بتوعية الناخ ومحن بالشأن السياسي مع الأسف أن البراغماتية والحرص السريع على الوصول قبة البرلمان دائما يكون على حساب مبادئ السياسي ومصداقية أمام الجماهير ولذلك ضعف عندنا الوعي إلى حد كبير جدا ونحتاج إلى جرعة توعية يعني عالية جدا حتى يعرف الناس كيف يفرزون أولى المغالطات الكبيرة لتشكل عندنا عائق كبير في مشهدنا السياسي ووضع اللوازم في غير يعني محلها كثير من الناس يظن إذا انتقدت شخص معين معنا أنت طول الخط ضده ومع الطرف الآخر تجد كثير من الناس يظن بأن التسمي بمسمى معين معيب جدا وإذلك تجد مثلا التسمي حكومي تجد معيب حيل بعض النواب يجد موقف صادق للوزير لكن يخاف بأنه ينعت بأنه حكومي فيتخذ موقف يظلم نفسه ويظلم الوزير المستحق للدعم خوف أنه يطرق عليه من أحد أنه حكومي كذلك تجد بعض الناس يظن بأنه إذا تسمى معارض فهذا صار مثل نهر الحياة اللي ينغمس فيه ويغسل كل ذنوبه نسبح وطن فهذه مشكلة يجب أنه دائما يقول لك العبرة بحقائق الأشياء وليس مبانيها بالمعاني وليس بالمباني أنا ما لي علاقة تسميت حكومي ولا تسميت معارض أنا أشوف أدائك ما يصير أنت رجل تقتات من المال الحرام وتضخم ثروتك وتأمن مستقبلك ومستقبل عيالك وتأمن نفسك وأسرتك ويصير ما عندك هاجس انتظار البيت ولا هاجس الوظيفة لأبنائك فتروح تقفز إلى ضفة المعارضة وتنظر وتصعد وتعطل الأمور لأنك كنت مو متضرر منها فهني أنا ما يصير أصف أن هذا معارض وطني بس والله هنا قفز إلى ضفة معينة لا الفاسد يقال لفاسد ولا يصير أنا أظلم مثلا حكومي ولا لأن دعم وزير ما استحق للدعم وأن الوزير الاستجواب اللي له كيدي فحنا نحتاج وعي للتعاطي مع العملية الانتخابية والعملية السياسية كذلك الديمقراطية من الأسس اللي تقوم عليها مفهوم التسامح العالي نسبية الحقيقة أن الناس في طرف يعني الطرف الآخر لها احترام ولها وجهة نظر يجب أن تحترم موضوع أنا والطوفان من بعدي هذا ما يصبح عمل له هذا صراع سياسي وحرب أهلية وليس عمل ديمقراطي ديمقراطية صراع التدافع وليس التوافق ما تبي الناس كلهم رأي واحد تبي أرى تصورها النظرية اللي هي بعيدة عن التطبيق الواقعي هل الدمقراطية خلنا نتكلم بالكويت نجحة فشلت إلى الآن تعتبر عبء ثقيل ولكل يعترف بأنها من أهم معوقات التنمية ولكن يختلفون على من يشوه الديمقراطية الأطراف اللي يعني يريدون ديمومتها وكذا دائما يتهمون أن هناك أقطاب معينة ولا تريد الحرية وتريد أن ترجع الكويت إلى دولة المشيخة وهذه من المآزق الكبيرة أن تم زرع بإذهان الناس أن الديمقراطية يقابلها الدكتاتورية بينما أنا أقرأ مقال للدكتور عمر حمزاوي صاحب مركز كارنيجي دكتور المصري ينتقد بعض دوائر ينخب في الغرب أنها أصبحت تدعو إلى الحكم الرشيد مثل حكم بعض دول الخليج وأن الديمقراطية أصبحت وهذه أشارة حتى فلاطون قبل الميلاد قال يصل فيها إلى الحكم أكبر دجال وكذاب ومداجي الديمقراطية وصفها فلاطون بأنها مقدمة للاستبداد لأن الناس بعد أن يعم صوت الفوضى وضجيج الغوغاء تصبح الناس دائما تتطلع إلى يقولك من رحم الفوضى يولد الطغاة تصبح الناس تتطلع للحازم اللي ينقذهم ويسكت هذا الضجيج ويجعل الناس تعيش حياة أقل تعقيدا وأكثر رفاهية يعني بالنهاية الكلام والضجيج مش مرادل ذاته ولا يعبل عن وعي بقدر ما هو يعني أصبح في أحيان كثيرة ملها يلتهي فيها متسكعين وعاطلين على العمل أن الناس ما انتفعت فيهم أسرهم فمثل ما أشار إليك هوفر في كتاب المؤمن الصادق أن كثير من من يركبون موجات الحركات الجماهيرية يقول هم على مستواهم الشخصي ناس تافهين ما انتفع فيهم يعني لا والديهم ولا أسرهم فيركب موجات الحركات الجماهيرة يوهم نفسه بأنه ينقذ العالم ينقذ دولته والوطن والشعب بينما هو في الحقيقة ينقذ نفسه من الهوان النفسي أن حياته ما لها أي قيمة على الشكل النفسي فهذه مشكلة كبيرة يجب أنه يعني يتم أنا يعني دائما أقول الكويت محتاجة إلى وعي سياسي ومع الأسف السياسيين ما يقومون بهذا الدور المطلوب منه من توعية الناس بقدر ما يدغدغون مشاعر الناس بما يخدم مصالح السياسيين نظرية فوكو ياما صاحب فكرة الديمقراطية نهاية العالم أشد فيها بتقريبتك وشدتني ليش تؤمن بهذا لا أنا ما هو فوكو ياما هذا فيلسوف أمريكي من أصل الياباني له كتاب في أواخر يتكلم عن أن الديمقراطية سمى نهاية التاريخ أنه لا يمكن للعقل البشري أن ينتج بالعكس يعني يعتبر أعظم الداعمين للديمقراطيات وأنه قال لا يمكن للعقل البشري أن يصل إلى نظام يحقق عدالة وتوزيع يعني صراحي ما في أي نظام أو أسلوب سياسي هو نفسه في قيامه حاليا قبل فترة لها لقاء مع جريدة فرنسية تم ترجمتها في أحد المجلات العربية هو نفسه قام يراجع فكرته وأنه قال الدمقراطية تعيش تحدي بعد نجاح ترام في أمريكا وقال أن أعظم أعداء الدمقراطية يخرج من رحمها من رحم من رحم الدمقراطية تجد بعض التيارات المتطرفة سواء اليمينية المتطرفة تستغل فضاء الحرية في الدمقراطية لتمرير جنداتهم وليتوزيع خلاياهم وتقوية نفوذهم في الوطن وحتى يستغلون النفوذهم ليس فقط في داخل بلدهم بل في بلدان أخرى هذا أمر مشاهد ومعلوم هل تنفى مع تجربة الكويت الديمقراطية وفي لبنان وفي العراق وفي مصر وفي تونس والمغرب هل الديمقراطية تصلح للعالم العربي؟ هذه من المغالطات الكبيرة اللي يرددها الناس ويقول إن الديمقراطية ما تصلح للعرب لا هي الأمور اللي قاعد حنا ننتقدها عن الديمقراطية في الوطن العربي هي ذاتها اللي انتقدها الفلاسفة منذ صغراط ذات العيوب تعزيز الغوغائية إعطاء الناس مساواة لا يستحقونها شخص يزن عقل بلد وشخص معتوه يقف أمام صندوق الاقتراع ويعطون ذات المساحة لتقرير مصير الأمة فحتى يعني نيتش شار قال أن الديمقراطية تعطي الضعيف قوة لا يستحق وتحد من قوة القوي فالموضوع أن العرب هذا طبعا أشار لها رصدوا أن الشرق لا يصلح لهم إلا دكتور وطبعا هم ينطلقون من نظرة يعني مثل نظرة تعالي الرجل الأبيض أنهم الحضارة وأشار لها مونتسيكو في كتاب روح القوانين قال أشار إشارة مهمة أن الديمقراطية نظام نسبي نظام نسبي يصلح في بلد في زمان في مكان وسيلة وليس غاية لكن كذلك هو أشار كذلك أن العالم على يعني نهجة رصدوا أن العالم يحتاج لهم دكتور طبعا هي نظرة تعالي حنا لا تجعلنا نبخس الحق فيها بقدر ما نلومهم على التعالي يعني حنا فكرة أن الديمقراطية نظام نسبي يجب أنها تعزز وأن الديمقراطية وسيلة وليست إله يعني أنا قبل كم يوم كنتم مدعو بمكتب التكوين نتكلم عن كتاب الديمقراطية الإله الذي فشل هانز هبا هو اقتصادي هو استاذ اقتصاد أمريكي فيتكلم عن فكرة تأليه الديمقراطية وهذه أشارها حتى غازي القصيبي في أمريكا والسعوديين فقال قال أن بعض دوائر يعني الإعلام والصحف وبعض دوائر القرار في الغرب تدافع عن الديمقراطية بمثل دفاع المتطرف عن معتقداته الدينية فأصبحوا يتعاطم معها كأنها إله خارق لنوامي سلكون تأتي بلد متشضي والجوع وفقر وانعدام أمن فتعطيه دمقراطية فيزداد تشضي ويزداد يعني انعدام الأمن ويزداد الجوع الفقر تقول له هذه الدمقراطية يعني الدمقراطية لم تصبح مغيرة أصبحت كاشفة لعيوب المجتمع لأنها ما جت في بيئة صالحة يقولك لا العب مو بالديمقراطية يظلي كابر وكأنه يدافع عن إله لا يرتضي عليها الانتقاص أو النقد وهذه مشكلة كبيرة أنا في وجهة نظري حاليا محتاج أن أي جهد يرجع الدمقراطية نحن لا ننتقد مثل أحد تملوم أحد المفكرين أن أنتقد الدمقراطية وغوقائيتها وكذا وما تفرزها من أمور سلبية فلا مو فقال أنا ما أنتقد الدمقراطية حبا في الدكترة التورية أنا أنتقد الدمقراطية طلبا لمزيد من الدمقراطية في تصورها النظري الحالم الجميل وهذا لا يتم تحقيقها حقيقة في معطيات الواقع نعم تعتقد لو أن الشيخ عبدالله صليم رحمه الله أبو تسسر شاهد ما يحصل اليوم في السنوات الأخيرة في العمل برامالي تتوقع حيث يتم تنقيح الدستور ويلغاء الدستور وتعديل الدستور بما يتوافق مع ما يحصل في الكويت نحن لا نستطيع أن نتنبأ ولكن هو رحمة الله عليه وضع رسائل يعني هو دائف المجلس التأسيسي استشهد في قصيدة البواردي رأي شقرة في أحد معارك أهل شقرة مع ابن رشيد قال يا أهل الديرة هل يطال مبناها ما يفك المباني مبانيها من ضمن يقول ما يفك المباني كودها ليها ديرة انصار داها اليوم برداها ما تصح البلاد وعيبها فيها يعني علا باطنية دمغراطية الاصلاح فيها ليس مثل نظم وحكم الفرد الاصلاح يبدأ من رأس الدولة الديمغراطية الاصلاح يبدأ فيها من الأساس ليس من رأس الهرم إنما من تحت الهرم ولذلك هذه الجهود لكن الناس بطبيعتها ما تحب اللي يصدق معها ويقثها على عيوبها ويقول لها أنتم جزء من المشكلة إذلك تجد دائما السياسيين اللي لهم مصالح وهذه أشار لها علي الوردي في تاريخ العراق الحديث لما تكلم عن انتقد علماء الدين قال السنة دائما يصطفون في جهة الدولة لأن مصالحهم مع الدولة بينما علماء الشيعة يصطفون مع جمهورهم لأن يأخذون الخمس من جمهورهم هذه العلة اللي ذكرها بعلماء الشيعة موجودة في الديمغراطيات أصبح كثير من الناس الآن يتحقق على الثراء ويتحقق على باسم مصادمة السلطة والانحياز للشعب فهذه الأفكار لازم نفككها لازم لن يستغفلنا سياسي فاسد رفع شعار معارضة فحنا نعطل عقولنا عن تفكير والنظر إلى واقعه وتحليل تاريخه بجرد أنه وضع أمامنا كأنه وضع أمامنا يعني شعار مقدس لا ننظر إلى تاريخ العبرة بحقيقة وليس بالمباني فهذه الفكرة موجودة في الديمغراطيات وهي أن كثير من السياسيين يجامل الشعب وينزه دائما وينظر لك أنه شعب ملاكي أمام السلطة حنا محتاجين مصلح لا يشرع فساد الحكومة ولا يشرع فساد الشعب ما هو إذا يشتغل في اللجان وما صرخ في قاعة عبدالله السالم ما يوصل وهذه مشكلة لذلك الدمغراطية من عيوبها أنها يحضر فيها السياسي ويغيب فيها المصلح نعم لا تنسى أن بعض النواب السياسيين تصنحهم الأنظمة باسم المعارضة حتى يمكن يسيطرهم حتى يقولهم طوفوا قد يكون هذا نسمع يعني نسمع ويمكن تفاجأنا آخر شيء أنهم كانوا ثراءهم فاحش من أين لك هذا؟ لا أحد يدري وهذه مشكلة يعني يقال دائما لكن هذا أمر يضر في دائرة الأقوال ما في شيء يقيني أن معارضة تصنع من سلطة ليتم من خلالها حد سقف المعارضة والتلاعب في المشهد هذا يعني ممتاز تعتقد في الكويت أن بعض السياسيين الكبار وبعض النواب ما رح يقول معارضة أو غير معارضة تنازلوا عن مشاريعهم الإصلاحية التي تروحها أيام الانتخابات من أجل إرضاء بعض غوغائية الشارع اللي لهم قوة ولهم قبول لدى الشارع أول شيء لما البعض ما علاسه في أستاء من وصف الشارع بالغوغائية حنا ما نذي يعني أنت وصفت أكثر مرة منتقدوك وائد لا لا بس أنا أقول لك أنا عندي مشكلة لأنه أنت الآن شفت الخبر اللي انتشرته أن البي بي سي تم إغلاقها بسبب أنها لم تعد محايدة فالرأي العام الرأي العام قوامها الاستنارة والتنظيم ليش الآن فكرة الصمت الانتخابي ليش جدت الفكرة هذه فكرتها أن الناس يبرع الانتخابات يتم ما يتم التلعب على مشاعرهم ويستعيدون رشدهم ويهدون وينحزون للتفكير العقلاني وليس على حساب العاطفة هذا الأمر غير موجود عندنا بالكويت بسبب ضخ الحسابات الوهمية أنا البعض يقول لي أنت تبالغ في ضرب لا أنا ما بالغ شوف مثلا أنا بضرب لك مثال عبيد الوسمي ما حد يختلف أنه فقط خطاع كبير من شعبيته اللي كانوا يأيدونه وكسب خطاع آخر من شعبية ناس مغايرين من اللي فقدهم لكن تعال على تغريدة له ألف رد عليه كل خمسين اسم مستعار تلقى لك اسم حقيقي هذا السلوب هذا السلوب وبعدين يقولك شوف ردود الناس عليه هذا الشارع ما يبيه هذا السلوب ما يعكس رأي الشارع بقدر ما هو يحاول أن يضلل وهو فعلا اسلوب مؤثر يعني كثير من الناس وصف أحد الباحثين في كتاب صدر دكتور أمريكي كتاب ضد الدمقراطية قسم الناخبين قال الناخبين أنا قرأت ملخص عنه في مجلة حكمة العربية فوصف قال فيه ناخبين ما لهم اهتمام في السياسة وفيه ناخبين لهم اهتمام أكثر من الناخب هذا لكنهم يتعاطون مع الأخبار بيتعصب على طريقة مشجعين الأندية الفريق الأحمر الفريق الأخبر ولديهم تحيز مسبق ويظلمون الطرف الآخر وفيه ناخبين متجردين من الانحيازات العاطفية وهم أحق الناس بالتصويت يقول نحن نبي نخلي بس هذول الثالث وسما حكم العارفين أن هذول أحق بالتصويت هذول ما يستحقون لأنهم لا يقودون العملية السياسية إلى النمو والازدهار فأنت لما تجي على مثل هذا التضليل الإعلامي في القطاع الأول هذا لما يشوف هذول المتعصبين يتلاعبون بالسوشال ميديا ويضخون سامي وهمية هذا يصير عنده يقول فيه ناس مثلا راضي على العبيد الوسمي حرب فكرية أي وراضي على العبيد الوسمي مثلا يقول أداءه عقلاني وقعد يلعب على التوافقات الحكومية النيابية ويحقق يحرك على الأقل الملفات التنمية أو ملفات الفساد مثلا البعض راضي عنه فلما يشوف الضخ هذا والأسامي يقول شوف شوف هذه الردود عليه يصير عنده يعني إرهاب ويصير عنده يعني تضليل إعلامي فيقوم يكرع بيت بناء الشارع يتقبل مشكلتنا 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 أننا نحتاج أن الرأي العام يعكس حقيقته أسامي مستعارة خدمات أخبارية مأجورة يجب أن تسحق سحق من السوشال ميديا حتى يعرف الناس ناس واجد نشوفهم بالسوشال ميديا ينسبون على أرض الواقع الدنيا كلها تيجي عليهم وتسلم عليهم وين هذول يسبونهم بتويتر يعني نقول العبيد الخاسر الأكبر عبيد الوسمي ما تقدر تقول خاسر ولا تقدر تقول رابح يعني الانتخابات بالنهاية نتيجة الصنديق دائما تأتي لها مفاجآتها لكن عبيد الوسمي أنا سابق تكلمت عندك فما بعيد التحليل يعني مثل ما تقول نهج السياسي ولكن الرجل وجهة نظري أنا اجتهد في يعني محاولة استثمار التوافقات ومستقبلا الرجل ما أخذ الوقت الكافي يعني همحل المجلس بعد قطع طريق على بحر ما شري سمول الخاسر الأكبر لا إن شاء الله ما فيها الخسارة خسارة الأمر خسارة الخسارة خسارة أنك تخسر مصداقيتك وتخسر نفسك أمام سامي مستعارة تضع طوق على قصة بس بعض يقول خسر اتبين بالانتخابات إذا كان مفهوم الخسارة الصناديق فاتبين بالانتخابات وإذا كان مفهوم الخسارة خسارة المبادئ وخسارة مصداقية النفس فالرجل عند نفسه مو خسران قصة مشخال مسلم البراك الموضوع هذا أخذ أكبر من حجم أحيل أبو حمود سير علينا وشرفنا بزيارة كعادة أبو حمود في التواصل معه يعني الشعب الكويتي باختلاف توجهاته السياسية وانتمعاته القبلية فسير علينا وتم تدري الدواوين بالكويت مشغولة بالسياسة وتم طرح بعض الرؤية السياسية أحد الحاضرين قال له يا أبو حمود حنا أنت يا أبو حمود فيه سياسيين بال2013 وال2016 من جالس ما عندهم مشروع انتخابي سوى أنهم يتغنون فيك ويضعون صورك ويجونك لتركيا يصورون ولولا يعني تمسحهم فيك لما أعطاهم الناس أصوات ووصلهم من قبة عبدالله السام فيا أبو حمود فيه شخص يقول بالمجلس هذا قال لي أنا امتداد للنهج مسلم يقول لما نوصل صد مني أن أنت نهجك مين وهو غايح يسار فقال لا يا أبو حمود العمر كم فيها 4 سنين يعني و 4 سنين 2016 وإذا ظلوا يظلون يخدعونها وهم يتمسحون فيك ويدعونه امتداد فالعمر كم فيها 4 سنين يا أبو حمود فحنا يا أبو حمود نطالبكم أنكم تحرصون زيادة على شخل وهذا تعبير الرجال اللي شراك يعرفونه يعني الوقت مش خالة الرجال الناس تقول يعني مش خالة المواقف تحك معدن الرجال وتأثر إذا الرجال عن أشباهها فقال لا يا أبو حمود حنا نبيكم تشخلون الناس وتقدمون لنا الناس اللي ترتضونهم وحنا ثقة فيكم رح ندعمهم إذا آمننا أنهم امتداد لكم والخطكم الأصلاحي فقال لا أبو حمود أبشر حنا ما رح نجامل والناس اللي تثق فينا رح نكون على قدر ثقتهم فرح نضع مش خال ونقدم لكم خيار الناس اللي نظنهم يمثلون وكانت هذه فكرة المش خال أنا عني كان لي فكرة أخرى أنا قلت يا أبو حمود جميع السياسيين اللي موجودين في المشهد السياسي ما عندهم تاريخ متماسك أقلبهم لديه تناقضات صارخة جدا فأنا وجهة نظري أفضل حل مثل ما استشتب موقف للقبائل الليبية بعد خروج الاستعمار الإيطالي شافوا أن إذا يظلون يجترون الماضي هذه القبيلة تعاونت مع الاستعمار هذه القبيلة استغلت الوضع الفوضوي الانتقام من قبيلة أخرى إذا ظلوا يجترون الماضي ما رح يتحرضون رح يظلون عسراء للماضي فكان أفضل حل اجتمعوا قالوا من الساعة هذه كل شيء خلف الماضي مطوي حتى لو تشوف ذباح أبوك عند الباب تسلم عليه وتحضنه فقلت أنا الكويت محتاجة مصالحة على هذا النسق دفن الماضي لأن كل سياسي يخوض الحين لديه تاريخ خصوص اللي متصدرين المشهد لديه تاريخ يعيّر فيه ومن خلال تاريخ يتم زعزعة المصداقية واليقين باطروحاتها الحالية فمحتاجين مصالحة تطوي الماضي ونتحرر منه ونلتفت للمستقبل ما تعتقد أن الميسمون معارضة لا يريدون عودة مسلم البراك إلى المشهد السياسي لأن مؤيدين مسلم أكثر منهم لو اشتوعوا كلهم أبو أحمد أنا ترى عندي تحسس من فكرة اطلاق معارضة أنا أرى لأن هذه المسميات يجب أنها تعقس حقائقها نحن في السابق أنا ذكرت عندك أن المعارضة في السابق كان لها مفهوم معين عندنا لكن بعد ما تسلق عليه كثير من الناس تشوه لا شك أن جبهة المعارضة فيها ناس صادقة وحريصة على الوطن وتبيل الصلاح ولا شك أنها ما تخلوا من ناس يملكون تاريخ فساد وفساد حالي أفسد من اليقف في ضفة الحكومة لا يريدون عودة مسلم البراك فلا يريدون عودة مسلم جزء منهم لا يريد عودة مسلم لأن الأغلبية تقريبا أنا ما عندي حصائية دقيقة ولكن وأنا حقيقة أشوف أن عودة مسلم معهم ورجوعة لهم تخدمهم أكثر ما تخدم مسلم مسلم مفترف كسياسي يطرح مشروعة مؤثر ويقدم لا شك الرجل المؤثر وله جماهيريته وعلى أرض الواقع تأثيره أكثر من السوشال ميديا ليتم التلاعب فيها ويحاول التزييف رأي عام معين من قبل خدمات خبرية مأجورة وأسماء مستعارة فمسلم مفترض حاليا هو وعد بالمشخال والحين جايح أن الناس مقبلة على يعني انتخابات فمفترض يقدم رجالها الوطنيين ما زال مسلم يؤثر على اختيار مثلا بدائرته لا شك لا شك مو بس بدائرته مسلم على كويت كلها له جماهيرية وله تأثير تتوقع المجلس الياه رح يتم في هموم المواطن أم قانون الموسيق شوف هو الموضوع يعني الناس قاعد تكلم من المجلس الأهم الوحيد يلغى قانون الموسيق فقط يكون صفقة عليه يعني شوف العملية السياسية كلها عملية صفقات العملية السياسية حين يعني الخطاب المثالي الزائد هو اللي يحدو الناس بالابتعاد عن السياسة دعمك ارتضيت أنك تنزل إلى هذا الوحل فأنت يقاس نجاحك بالتقلل سميته وحل أي وحل سياسي خصوصا عندنا بالكويت جدا الوضع ملوث فإذا نزلت إلى هذا الوحل السياسي فيعني تقاس نجاحاتك بالتقلل من التلطق فيه أما لانعداهم فما تستطيع مو غريبة أن بعض ما يدعون المعارضة أشادوا بكلام الوزيرة السابقة جدان أبو شهري عن المقاولين وأثرهم والشركات وهم في الوقت نفسهم اللي أسقطوا وافقوا على طرح الثقة بالوزيرة شتنا قضاء يعني هذا من الأسباب اللي أنا قلت لك أنه سبب أنا أني دعيت إلى مصالحة وطنية وقلت لأبو حمودي تبناها يعني طلبت منها من ضمن الأراء اللي يبدو عنيها يعني هم قالوها أشادوا فيها وهم اللي أسقطوا ويعني من ضمن الأراء اللي انطرحها تعد إذا حبوا أن يتبنونها أو النراي من ضمن الأراء اللي تطرح لأنه ما فيه سياسي قلت لك حاليا لديه تاريخ متماسك وأغلبهم لديه تناقضات صارخة صحيح ولا يمكن قبولها إلا بتعطيل عقلك ولذلك يتم العمل على تغييب الناس وإنه فلان يتم تعظيم مسمى المعارضة ويتم تغييب ما تحت من تاريخ فلان انزوا للمعارضة خلاص هذا نهر الحياة اللي ينغمس فيه فتطهر من كل تاريخها لا فاسد فاسد تطاردك لعنة فسادك وحصولك على الأموال الحرام ودعمك للفاسدين سواء انزوية المعارضة وانزوية المعارضة للحكومة المسميات ما تغيير الحقائق اللي تحتها وهذا يجب أن يتمضخ هذا الوعي في المشهد السياسي والمفروض ما تنزوي مع الحق إن كان هذا غلطان تحاسبة وإن كان هذا هذا الوعي هذه ترى المفترض أنه من بديهيات العملية الديمقراطية أن الناس تنحاز وبعدين عندنا مشكلة أنت ما عندك مشكلة أمدح الرجال بالليل على موقف السياسي وذم الصبح على موقف آخر ترى ما فيه تناقض عندنا مشكلة إذا انتقدت شخص قبل عشر سنين لا لا تمدح الحين يعني 2020 كان شعار المجلس رحيل الرئيسي من أول ما وصل ما نبي الأخ مرزوق الغانم وانبي شيخ صباح الخالد ما كان فيه مشروع إصلاحي أعتقد لو أن صباح الخالد استقال ومرزوق الغانم بعد على المشهد السياسي ما عندنا مشروع إصلاحي أن من ضمن المشاكل اللي ينعاني منها انعدام شرف الخصومة في المشهد السياسي يعني لو تريد تحلل تحليل منطقي واقعي على طول يتم اتهامك بأنك منحاز أو أنك استفدت وكذا فالرجال اللي يشراك يعني تؤلم جسرة السفهاء وجسرة الناس اللي ما يسوان أثر تكرم حذاءها على الأرض فأغلبنا يحاول أن أنا أقول لك مرزوق الغانم لا شك أنه أخطأ خطأ كبير عندما خاض غمار السياسة بعدما أعلن 42 نائب أعطاعة ليش؟ لأنه وضع نفسه بين سيئتين أما أنه يقدم ويخوض ويأكد للشارع بين لديها سليم معينة لتغيير قناعات الناس أو أنه يفشل فشل ذريع وكانت نهاية يعني بداية الفشل واضحة من البداية بعدما خاض ونجح وكلنا شفنا استقبال القيادة وكيف القيادة دعمت النواب اللي يحضروا عند تصويت الحكومة ولم تنعوا استقبلهم أمير النواف الأحمد كانوع من الدعم خلاص هذه الرسائل يجب أن تقرأ بحس راقي شوي وتعامل أخلاقي وتعالي على حزازيات النفوس بعدما نجح وخذ الرئاسة مفترض من أن تطوى الصفحة مثل ما اللي بعض الحين يسويوا نفسهم يحاربونه لديهم تاريخ سياسي لو نبي نجدره العقاب اللي يقع عليهم أكثر من العقاب اللي يقع على مرزوق لكن مثل ما يتم التغاضي عن تاريخ بعض اللي يرفعون شعارات معينة الخدمة أطراف معينة يتم التغاضي والعملية تمشي وأربع سنين جاية وعو الناخبين والأربع سنين الانتخابات الجاية يتم الإطاحة فيه من خلال الصناديق لكن إذا أنت لكن أنت لأنك تنجح ناس انتهازية ويكذبون عليك وترتضي أن يرتحك بمعسكرك كل فاسد وكذاب لذلك أنت تبحث بسفينة كلها ثقو ولذلك تأتي الخيانات في التصويتات الرئي لكن لو أنت تشخل معسكرك وتطلع رجال الصادقة فعلا ولا تبحث عنه الكم على حساب الكيف وتطلع رجال يصدقون معاك ويطيحون لك مو مرزوق اللي يحتي يجي واره مرزوق أخر سؤال كان لك تغريدة ذكرت فيها أن أيام دوان والأثنين بتاريخ 22-1-1990 عبدالله نفيسي تكلم وقال يعني تكلم عن الاتصال مع منظمات خارج الكويت إلا أن أحمد السعدون وقف ضد هذا الرأي شنو قصتك؟ هذا ليس تغريدة لينا هذا مقطع فيه تداول ولكنك أنت كتبت يعني عبدالله نفيسي دع الناس أن تهيض الرأي العام ونظمات الحقوق على الكويت فلما نتكلم أحمد السعدون قال لا 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 ما يصير يعني كأنه ما يصير مشاكلنا الداخلية ما تكون مبرر التدخلات خارجية تفرض رؤاها علينا ومع مرور الوقت يعني فعلا نتضح أن هذه أقلبهم نظمات مشبوهة وتدار يعني لخدمة أغراض معينة وليس لحقوق الإنسان وفي دول في المنطقة تضررات يعني والمفارقة العجيبة أنه مرني مقطع قبل فترة نحمد السعدون نفسه ناخذ نفسه لما نقال أعتقد بس مو متأكدا أنه له مقطع توفي الخطابات الأخيرة كأنه يدعو الرأي العام وكذا الدولي لرؤية المشهد وكذا فيعني هذه العملية السياسية وترتها السريعة مشكلة أن يقولون أن الناس تنسى يعني ما تذكر يقول السياسية هذه مشكلة كبيرة جدا في المشهد السياسي الكويتي أن الناس لديها ذاكرة سمكة يعني تنسى والدليل أن الناس في المجلس الإطافة إلى حد 2020 وهي في قاع قعر الفساد والآن تدعي النزاهة ومحاربة الفساد وتجد من يصفق لها ويرفعوا شعار المعارضة الله يصلح لها الكاتب والباحث عبد الكريم المجهول شكرا لك على المشاهد أعزائي المشاهدين وصل لنهاية برنامج دوان الملة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر